كالعادة عندما تنكسر الميليشيا في جبهات القتال تلجأ إلى استهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات وفي جديد هذه المتوالية المستمرة منذ أعوام مقتل وجرح 28 مدنيا بقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة مأرب مصادر طبية قالت إن خمسة مدنيين بينهم امرأة قتلوا في الهجوم الحوثي على حي المطار السكني القصف أسفر أيضا عن إصابة 23 آخرين بينهم خمسة أطفال بعضهم في حالة خاطرة الحكومة وصفت الحادثة بالمجزرة المريعة ووفقا لوزير الإعلام فإن الهجمات الأخيرة امتداد لجرائم القصف الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين من مختلف المحافظات وعلى الصعيد الميداني تمكنت قوات الجيش والعمالقة من التقدم في أولى مناطق مديرية العبدية جنوبي المحافظة عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المسنودة بالمقاومة الشعبية دخلت منطقة الجفرة أولى مناطق مديرية العبدية فيما لاذت عناصر ميليشيا الحوثي بالفرار وزير الدفاع قال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة ستلتحم قريبا بقوات العمالقة لاستكمال لتحرير ما تبقى من مناطق مأرب والانتقال إلى المحافظات المجاورة الواضح أن الأيام القليلة القادمة ستكون حافلة بتطورات الميدانية ويأمل الكثير أن تكون هذه بداية لنهاية انقلاب ميليشيا الحوثي الذي أغرق البلاد في بركة من الدم ترجمة نانسي قنقر